ينضم إلينا من بنغازي مراسل الغد عبدالعزيز الفاخري عبدالعزيز يعني أجواء هذه الزيارة وما الذي يحمله ديمايو في أجندته نعم بالفعل سينار هي أول زيارة يجريها أحد وزراء دول الاتحاد الأوروبي تحديدا على مستوى وزارة الخارجية العاصمة الليبية طرابس هذه الزيارة لم تكن زيارة معلنة تم الإعلان عنها بعد وصول وزير الخارجية الويجي ديمايو لما يقرب عن الساعة خلال هذه الزيارة التقى الويجي ديمايو برئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد إدبيبا وجرت تباحث بشكل مباشر عن الملفات ذات الاهتمام المشترك ما بين الجانبين الإيطالي والليبي وفي مقدمتها مسألة إمكانية تعودة عمل السفارة الإيطالية من العاصمة طرابس خلال الفترة القادمة بالإضافة أيضا لما يتعلق بملف الطاقة وكذلك الهجرة غير الشرعية حيث تعد إيطاليا من أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي وجنوبها المتوسط تضررا من موجات الهجرة غير الشرعية التي تم تدفقها من ليبيا باتجاه البحر المتوسط تحديدا إلى إيطاليا على وجه الخصوص الآن في هذه الأثناء سينار يجري التباحث ما بين الويجي ديمايو وكذلك وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش فيما يتعلق بمسألة مدى إمكانية أن يتم التعاون خلال الأسابيع القليلة القادمة فيما يتعلق باستكمال المشاريع المتوقفة ما بين إيطاليا وليبيا وخاصة بأن ليبيا خلال الفترة الماضية عانت من الحروب وكذلك فيما يتعلق بمسألة عادة الإعمار حيث تسعى إيطاليا أن يكون هناك لشركاتها نصيب في مسألة عادة الإعمار والتنمية في ليبيا على مستوى المجالات بعد هذه الزيارة أيضا سوف يجري وزير الخارجية الإيطالي الويجي ديمايو لقاء مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بالعاصمة ترابس تأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه إيطاليا تعزيز موقفها فيما يتعلق بمسألة مخرجات حوار جينيف وكذلك تأكيد إيطاليا المستمر على دعمها لمصار التوافق والعملية السياسية في ليبيا بوجود حكومة الوحدة الوطنية وكذلك المجلس الرئاسي برئاسة محمد يونس المنفي هذه الزيارة هي تؤكد إيطاليا من خلالها على دعمها لهذه السلطات التنفيذية وكذلك ترغب إيطاليا أن يتم تطوير هذه العلاقات خلال الفترة القادمة برئاسة حكومة السيد عبد الحميد البيبة إذن مراسل الغد من بنغازي عبد العزيز الفاخري شكرا جزيلا لك